ليس حدث طعن سلمان رشدي حدثا عاديا أنه مركب جدا حول هذا الموضوع سأتحدث معكم أصدقائي العزاء وحلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر يبدو أن هذا الحدث سيمر مثل غيره ولكن الأمر ليس كذلك كما أرى أنه أمر يشي بوجود ما هو أخطر بكثير مما يبدو عليه المشأة والسبب هو أن هذا الحدث هو حدث مركب جدا وتختلط فيه المذاهب الدينية يختلط فيه السياسي بالتاريخي الأدبي بالفني الإنساني بالإلهي التاريخي بالمعاصر كل شيء يختلط في هذا الحدث بل أنه قد يكون هو الرواية الأكبر لتاريخ الإسلام كله هذا العمل الذي قدمه سلمان رشدي في آيات شيطانية عمل لمن يطلع عليه عمل مركب جدا وفيه تناول لشخصيات ثلاثية تتراوح بين الشيطان والإنسان والوحي والجبريل وهذه الشخصيات الثلاثية تتراكب فيما بينها بطريقة يبدو فيها أننا فعلا نعيش هذا الحال منذ نحو ألفين عام ما زالت وجوهنا تتقلب وتتشاكل أو تتداخل بين الشيطاني وبين الرحمني بين الإنساني النبوي والإنساني البريء الجميل اللطيف أو المثقف أو الواعي هذه كل هذه العامل ستتداخل مع هذا الموضوع الذي أريد أن أقوله أنه الآن حدث طعن سلمان رجدي يؤكد للمرة الألف بأن رجل الدين هو وخاصة كبار رجال الدين هم أكبر لعنة حلت بشعوبنا فهؤلاء أصبحوا حاجزا بيننا وبين الحياة بشكل يعني مثل ما يعني الحياة بشكل طبيعي مثل سائر الناس حولونا إلى كائنات منعزلة منغلقة شوهوا كل شيء حولنا وفينا صادروا روحنا وجسدنا عقلنا ومنطقنا وكل ما فينا من حس وذوق صحيح وسليم حدث طعن سلمان رجدي وربما وفاته حدث خطير جدا كما قلت وله تدعياته الكبرى أنا شخصيا لا أعرف حدثا مركبا مثل هذا أنه فعلا رواية الروايات بل هي أم الروايات بحسب تعبير إذا استعارنا تعبير صدام حسين طعن سلمان رجدي هو عادة لمشهد حاول به الرسول الكريم التصالح به مع العالم قبل 1500 عام تقريبا وهذا الأمر وهذه المصالحة مجرد كانت فكرة كما أوردتها لنا الروايات الموثوقة كانت فكرة لم تدم إلا لوقت قصير جدا هذا الصلح الفاشل بين الدعوة أو البئثة أو الرسالة النبوية والعالم فشلا تاما والمشكلة أننا نحن ورثنا نتيجة هذه المحاولة للصلح مع الآخرين جعلتنا نعيش في عالم لا نعتقد بأننا سنتصالح معه أبدا ولا أن نستطيع أن نتصالح مع أي مختلف عننا هذه مأساة وكارثة كبرى تواجهها شعوبنا وعليها أن تعالجها المسألة كل يوم آخر وزمن لا يمضي وإحنا في كل لحظة نصطدم مع الآخر بطريقة أو بأخرى ونعيد تكرار الحجج والواهي نفسها يعني نضع رأسنا في الرمال ونحاول أن لا نرى وجهنا الحقيقي وجهنا الحقيقي يقول أننا لن نتصالح مع العالم خلاص هذه هي عقيدتنا التي نفتخر بها وأنا لا أتحدث ضد أحد ولا أتحدث ضد عقيدة أن ما أقول الأشياء كما هي نحن لا نريد ولا نفكر حتى بالمصالحة مع الآخر لا نريد بل نرفض وجود آخر على الإطلاق وكل سعينا هو لأتخلص منه لكننا نجمل الأمور وسنرى كيف سنأخذ فكرة عن تعليقات على هذه الحادثة وهذه الحادثة هي هي تجسيد حقيقي لهذا الرفض وظهور داعش هو تجسيد حقيقي لهذا الرفض وانعدام أي إمكانية على وفقا للدين أو لثقافتنا انعدام أي إمكانية للتصالح مع العالم أو بناء جسور بيننا وبين العالم أي أننا لا نستطيع الخروج من كهف هذه العزلة الشعورية والتاريخية لنا كمسلمين أو شعوب مسلمة عن غيرها من البشر نحن منعزلون تماما عن الجميع هو كل ما فعله هو كتب رواية عن محاولة الصلح الفاشلة هذه قبل نحو 1500 عام هذه الرواية صدرت قبل 33 عاما وها هو يدفع ثمن التذكير فقط بموضوع الصلح النبوي هذا يجب أن لا نتذكر حتى هذا الموضوع على الإطلاق ولا نستعيد سيرته لا يفترض بنا أن نشير إلى هذا الصلح نحن لأننا حسن الموضوع لا نتصالح مع أحد ولا نغفر ولا نتسامح بل نحن نصدر فتاوى بالقتل نطعن من نشاء يعني هذه ليست الطعنة الأولى لسلمة رجزي قبله وأن نجيب محفور هكذا نجعل الجميع تخاف منا ونفتخر بهذا الخوف الذي نزرعه في نفس الآخرين هذا الأمر يعني علينا أن ننتبه له جيدا وهو يجعلنا نشعر بيننا فوق كل قانون لنا حق بأن نقول ونفعل ما نشاء أصابتنا أو أصبتنا هي الأسمى والأعلى والأفضل والأكمل والأقدس أما كل من عدانا فهم كفر منحطون فاسقون ويجوز لنا أن نفعل بهم ما نشاء هذا يعني أن الداعشية ليست جزءا منا فلنحن جزء من الداعشية نحن خلقنا هذا الوحش الهائل النصي التهويمي الخرتيت الضخم وأصبحنا جزءا منه كل ما نطمح به أن نحقق هذه الداعشية بأكمل صورة كل ما نطمح له ببعبارة الشائعة أن نحسن إسلامنا عفوا داعشيتنا لهذا يجب أن نقول مثلا تدعشن أنه تدعشن وحسن دعشنته على وزن أسلم وحسن إسلامه وأذكر هنا أنا هنا مرة أخرى لا أتحدث ضد الدين بل أذكر أن ما جرى هو يؤكد حقيقة الدين وهذا هو منطقة الدين الموجود لدينا وكل محاولة للتغطية على هذه الحقيقة لن تنجحها بعد الآن لأن الأشياء انكشفت وأصبحت واضحة وهذا ما سيتظه لدينا بعد قليل أولا أبدأ أتحدث عن ردات الفعل وهي أولا عبر عنها موقف رسمي إيراني من الهجوم على سلمان رجدي هذا الموقف صدر عن مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مراندي يقول الآن من لن أبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها والزراء للمسلمين والإسلام يعني الآن من الذي ينشر كراهية الآن سلمان رجدي وليس الذي يفتي يفتي بقتل شخص عبر عن رأيه وكتب رواية يعني ماذا فعل هل سبى الناس هل غزى أمم هل قتل بشر رجل عبر عن رأيه هو كاتب ومبدأ مهما كان رأينا فيه هو هذا قدم شيء طلع الآن هو الذي ينشر كراهية لا نهاية لها وهو الذي يزدري المسلمين والإسلام ماذا يقول أيضا مارندي يقول هو بيدق إمبراطورية يتظاهر بأنه روائمة بعد الاستعمار الرجل هو كان عمره كله ضد الغرب الاستعماري وضد الغرب على طول الخط وأيضا ضد كل ما هو متخلف رجعي فالرجل هو لديه موقف خاص به ومهما كان رأينا بي فلابد أن نحترم هذه المسألة متى نتعلم كيف نحترم الآخرين طبعا قبل أن أذكر تعليق على الموضوع راح أذكر قصة الآيات الشيطانية ربما من ضرور أن نتحدث عنها هي قصة معلومة ومشهورة جدا وذكرها الطبري والبخاري والقرطبي وكثير من وآخرين والقصة تقول أن النبي محمد كان في بداية الدعوة في الفترة المكية كان يصلني بالناس وتلع سورة النجم حتى إذا بلغ الآية أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهي آلهة العرب في ذلك الزمن وكلهم من الإناث وتلع بعد ذلك تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجع عند ذلك تفاجأ المشركون أو القرشيون غير المؤمنين و يعني سجدوا مع الرسول لأنه قالوا لم يعد هناك من خلاف بيننا وبينكم وذكرتم آلهتنا بخير وأن لها مكان وشفاعة بعد ذلك الرسول يعني صار حسب الرواية تقول بأن هذه الآية رمى بها الشيطان على لسان الرسول وفقا للطبري وقال أيضا ذكر في ضمن تفسيره قال أن فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره وسجد أيضا كل من في المسجد من المشركين سواء من قريش وغيرهم عندما سمعوا ذكر آلهتهم وبالنتيجة لم يبقى مؤمن ولا كافر إلا وسجده ما عدا أعتقد الوليد بن مغيرة أبو خالد عن حادثة القتل تعليقي الخلاصة تقول بأن هي أن العربي الخلاصة بأن نحن الآن في أسوأ حال وهي أن العربي والمسلم الذي يعيش في هذا المشرق بات منفصلا تماما عن واقعه التعليقات إذا طلعني عليها ستقول هذا الشيء وتؤكد بأننا يعني هناك انفصال حاد بيننا وبين العالم الذي نعيش فيه نحن مثل الشخص المنفصم نفسيا يعني هناك كتلة أصبحنا مجتمعات أو جماعات منفصلة ذهنيا عن العالم بأكمله ولا تعيش واقعها بل ولا تعيش حتى الزمن الماضي إنما تعيش ضمن مساحة النص المقدس وتطوف داخل هذه المساحة ولا تستطيع الخروج منها على الإطلاق وهذه العملية ولا الواقع لا يساعد على هذا أيضا لأنه الشوارع مليانة بهذا النص هذا يتكرر على آذانهم ليلا ونهارا في وسائل التواصل في اللذاءات في المدارس في الأسواق في كل مكان في اللغة اليومية فأصبح هذا النص مهيمن على واقعنا بالكامل وبالتالي لا نستطيع هذا فصلنا عن العالم بشكل يعني يفوق الوصف ويتم تغذيته بتحالف كبير جدا نفسه التحالف اللي يحتاج عليه نفسه سلمان رجدي نفسه احتاج على الغرب الذي الذي الاستعماري نفسه وأيضا احتاج على التخلف الإسلامي أو الديني وحتى الهندوسي هو هذا الرجل هو أصلا ضد ضد كل هذا الانتهاك لكرامة الإنسان داخل مجتمعاتنا هو ضد الغرب وضد التخلف فلماذا هذا الرجل يصبح هكذا موقف الرواية ما انتهي بأكمله تتحدث عن هذا الموضوع هو موضوع هذا ولم يكن هناك فيها ساعة لكن الساعة موجودة في الذهن أنه يجب أن لا توقظ هذه ذاكرة محاولة الصلح فهي بكل أحوال فشلت لكن يجب أن لا تذكرها على الإطلاق بل يجب أن نبقى دائما في مواجهة العالم ويجب أن نبقى مستنفرين ومستعدين للقتال في أي لحظة و يعني تحويل المستمعات أو جماعات الشعوب نبي أكملها إلى مجرد يعني كراديس من المقاتلين وال الكائنات العنيفة التي لا تتقبل أي شيء وما هي الحجة الحجة يقولك هاي هويتنا أن هذا تعرر وأساء لديننا ما الذي أساء لدينك واذا تعرر وما ما معنى أن تكون لديك هوية وهذا السؤال على أساس هل أنك تفتخر بأن تكون لديك مثلا أن تفتخر بهوية أن تكون مثلا رجل أصابات أو رجل سارق أو سلابة بالأراقي بالعربي بالفصيح ما عرف شون من السلب والنهب هل تفتخر بأن تكون هذه هويتك هويتك أن تكون قاتلا مكفرا هل هذه هوية مشرفة وهل هل تعتقد أن من يتحدث عن هذه الهوية ويقول هذه هوية لا تليق بالإنسان في مجتمعنا المعاصر أو في عالمنا المعاصر تعتبرها إساءة لهويتك المجرم أيضا لديه هوية هل يطلع على الناس ويقول أنا يجب احترام هويتي ما هذا المنطق الأعوض الهوية لها علاقة بالواقع وهوية تتطور لا تتوقف الهوية تتحرك مع تحرك التاريخ تتطور مع تطور التاريخ لا يتوجد هوية ثابتة راسخة هذا الوهم الموجود في رأسنا يجب أن نتخلى عنه ونتوقف عن نتوقف عن ترداده بشكل سادج وبدون بدون تفكير يجب أن نفكر في هذه المسائل بطريقة دقيقة وصحيحة ولا لا يمكن أو لن علينا لا نقبل أن تمرير هذه المفاهيم علينا بدون مناقشة يجب أن نفكر وهذا الوجوب هو وحده الذي يخلصنا من كل المازق مع الوقت مع الآخرين ومع أنفسنا أيضا نحن نجحل أنفسنا أيضا لأنه ما دام هويتك هوية هوية مركبة من تاريخ عطن ومليء بالمآسي وبالأشياء المخجلة العالم كله اعترف بتاريخ المظلم وتاريخ السيء كل الشعوب ما عدانا نحن ما زلنا نفتخر بهذا التاريخ ونقول أنه نتهم كل ما يتعرض له أنه بأنه يسيء لهذه الهوية أي هوية تفتخر بها يا أخي هوية الغزو والسلب والنهب علينا أن نفكر قليلا فيما نقول وأن نعبر عن ذاتنا وعن رأينا الصريح قصة سلمان رجلي هي يعني تكشف عن فضيحة إنسانية كاملة وهي أننا لا نحترم خصوصية الأفراد ولا توجد حتى حرمة يعني ما عد حتى القضايا الدين ما عد حرمة هذا انتهاك واعتداء سافر على إنسان على كل إنسان أي كان موقفنا من عنده رجلي كما قلت لم يعتدي على أحد ما زعم ميليشيات راح وقتل وذبح بإسم الدين أو أي شيء هو كاتب روايات يعني المصيبة وين المصيبة أنه هذا الأفق في التفكير أو هذا المنطق في التفكير أو هذا التوجه في التفكير مفقود أو بات مفقودا بيننا أو يكاد يكون نادرا اقرأوا تعليقات تعليقات كارثية بصراح خلن نشوفها هذه صحيفة القدس أو القدس العربي ما أعرف بالضبط بس كلمة تقول مهم ناقل الخبر شوفه التعليقات في الحديث إن الفاجر إذا ما تستراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب الله أكبر ولله الحمد حي الله الرجال وحفظهم ونصرهم لاحظوا عليه من الله ما يستحق اللهم أذقه عذابك في الدنيا واشتد عليه في الآخرة با با بي بي سي لا تصف شهداء غزة إنهم قتلوا في اعتداء يمهل ولا يهمل شوفوا روح الله ما نعرف غير جبريل روح القلس هذا رح مشغول بأنه ذاك الشيعي أو الخميني هذا رح يتحدث عن نظريات المؤامرة يقول لو تحدث لو كتب رجلي كتابه ميس التلمود فيتعلق بالصهاية لقامة الدنيا ولم تقعد هنا هذا شي يقول يقول المنفت لانتباه إن الله لم يحاسبه أو يجلطه كما يجلط إمام الجامع ما عرف شي يجيخصد به هذا يا هاي الذين آمنوا ممكن تشوفون هذا تسلم إيدك يا بطل وأخيرا لاحظوا لاحظوا يعني أشياء عجيبة هاي الناس تكرر هاي الناس يعني هم بس مجرد يتابعون التيار السائد ويحاولون أن يثبتون بأنه ما حدث يستحقه هذا الرجل ولا أحد منهم أدانا العملية وأتبارها انتهاك لكرامة الناس ولحق الناس فإن يعبرون عن آراءهم وأن يكتبون أو ينشرون إبداعهم على الأقل المسألة الرجل ليس يعني أتى شيئا أمر شوف هذا التعليق ولماذا تريد ترويض المسلم على تقبل الإساءة لمقدساته حتى تنتزع منه الحمية والغير على عقيدته ومقدساته ويصبح مهزوم من الداخل هل هذا ما تريده من يريد ذلك لا فرق بينه وبين أعداء الإسلام لاحظ يعني هذا التعليق أعتبر نمولجي أنه مشكلة ترويض المسلم على تقبل الإساءة يعني هو المسلم غير مروض لأن يكون إنسان عدواني ضد الآخرين إنما هو المسلم تم ترويضه على عدم تقبل الإساءة لمقدساته وما هي المقدسات يا أخي يعني هذا عملية راجراجة ومطاطة لا يمكن الوصول إلى نتيجة منها بالتالي أنه ممكن أي كلمة تقال تتهم الآخر بأنه تعرض لمقدساتك هل هذه الطريقة في الحياة لماذا لا تسبح للآخرين بأن يتحدثون كما يشاءون هم أحرار فيما يقول في تعبير عن رأيهم هذا لا يقول لا لا يجوز لأنه تعبير عن حرية الرأي مسألة تتحمل ظهور إساءات لمقدسات يعني إذا عندك مقدسات إحنا لازم العالم كله يتوقف لأجلك وأيضا يتحدث هناك عداء للإسلام يعني لماذا أصلا يكون عداء للإسلام وكأنما أمر مفروغ من أن هناك عداء للإسلام يا أخي ما يحتاج أنت بالعكس قول لا لا نريد عداء ولن يوجد لدينا عداء لا لإسلام ولا لأي شيء آخر نحن نحن ناس متصالحون مع العالم جميعا ومن يسيء لنا له يعني سلم تكبيد الله على قولة كاظم الساحة خلاص انتهت ليش هذا التشنج وهذا الرغبة باستفزاز الآخرين أو الرغبة بعدم تقبل أي رأي أو أي موقف هذا رأي جميل هذا رأي يقول محمود رأي يقول اغتيال سياسي والعقائد مؤشر على ضيق الأفق والخواء الفكري والعجز عن المواجهة الفكرية يدفع إلى العنف وهذا الصحيح لأنه فعلا الإنسان المسلم والرجل الديني المسلم يعيش في مأزق هائل جدا لهو قادر على التأقلم مع الواقع ولهو قادر على أن يستعيد ما يرغب به ويطبقه على أرض الواقع جربوا كثيرا وفشلوا وهم ليس أمامهم سوى العنف ونشر كل وسائل العنف أو تطبيق كل وسائل العنف بالنتيجة كل هذه التعليقات هي تكشف عن حقيقة خطيرة جدا وهو أننا انفصلنا كليا عن العالم الذي نعيش فيه أصبحنا بمعنى الكلمة نعيش جميعا تقريبا في عالم ديني مغلق ولا توجد فيه أي نوافق مع العالم وقيمه الأساسية والأخطر ماذا الأخطر أن هذه الأراء كما نرى لا تقف أي موقف إنساني كأنما المواقف الإنسانية معدومة تماما لا وجود لهذا الشيء الحدث لا يؤشر فقط اختيار رجل محاولة اختيار رجل أو قتله إنما تفتح باب على التعامل مع كل إنسان يفتح فهمه بكلمة بهذه الطريقة هذا هو هذا الإرهاب الكامل وإلا ما هو الإرهاب هل هناك تعريف آخر للإرهاب أنه أي شخص تتهمه بأنه أساء لك خلص من حقك أن تقتله ومن حقك أن تفعل به ما تشاء وهناك ملايين يقفون خلفك أو يعني يجدون لك المبررات ويتهمون الضحية بدلا من أن يتهمون المجرم هذا يؤدي بنا لأن علينا أن نعترف بأن واقعنا سيئة جدا وأن الأرضية باتت مفروض شريحة أي شخص في هذا العالم بهذه الطريقة وخلينا نتذكر الحداث القريبة هذا ما يذكرنا بما فعلته داعش شارع الإبدو مثلا هذا وما يذكرنا بهذا الذي يطلع سحق سيارة شاحنة وسحق الناس في الشارع النساء وأطفال وبين بينهم في فرنسا وبينهم عرب ما لا علاقة مجرد يسحق هذا الجنون شحن دماغ شحن دماغ بفكرة أن هناك إساءة لدينه هذا من يذرع هذه الفكرة يعني كما قال في الفيديو الأخير قلت بأنهم يقتلون البعوض ولا يردمون المستنقع في المستنقع من الذي يذرعه من الذي من الذي أنتجه هؤلاء رجال الدين المتشرين في كل مكان ولا تعرف ما هي تحالفاتهم أنا أجازب بأن أقول أن مسألة داعشية هي في الحقيقة هي الطريقة المفضلة لدينا صارت في التعامل مع الآخرين وأي شيء وأعتقد أنها لم نطبقها على الغرباء فقط بل نطبقها حتى على أنفسنا فيما بيننا بل مع زوجاتنا وأطفالنا وجيراننا ورفاقنا أصبحنا نعيش في عالم ليس منفصل عن العالم غير المسلم أو غير عاني منها أمر آخر يكشف مصيبتنا بصراحة وحجم مصيبتنا وهو أن لا نرى ما يراه العالم معنى أن العالم يرى ما نحن عليه والفضيحة والفضيحة التي نحن عليها لكننا لا نستطيع أن نرى هذه الحقيقة كما يراها العالم ولا نستطيع أن نتصورها هناك عجز شبه كامل عن استيعاب هذا الاختلاف مجرد أن تتابعون هذه التعليقات وخاصة التعليقات من بعض الناس الذين ندعون التنوير خاصة التعليق الأخير فصلنا تماما حتى عن إدراك ما نحن عليه وحتى القدر على فهم ما نحن عليه وبالتالي معالجته مول فهم ما نحن عليه بس حتى فهم ما يقوله الآخرون عننا رأسا نحاولهم لأعداء الإسلام وأناس مورضين وكأن هؤلاء الآخرين ليس لديهم رأي ولا يعنينا رأيهم بعيشي بمعنى أننا نرى ما نحن عليه باعتباره أمر خطير أو همجي كل ما في الأمر أن هناك من لا يفهم حقيقة الدين وأن هذا الشخص قام بعملة الطعن وعشرات من أمثال من هذا الحوادث هؤلاء لا يفهمون حقيقة الدين لكننا لا ندين هذا الرجل ولا نقول أنه أن ما فعله لا يمثل الدين ولا نتشرف بالدين من هذا النوع لا لكنه يقول لا المشكلة يعني هو تصرف من وحي ذاته وهذا التصرف سيسئل الدين بدون قصد يعني قضية أنه ما فعله صحيح لكن هذا ليس الوقت المناسب نوع من التبرير الخبيث الذي يعني يدعم ويعضد ما فعله المجرم لكنه في الوقت نفسه يلومه على تسرع أو ما شابه بالتالي نحن نغلق أو كأننا نغلق عيوننا عن نصف قرن من حياء أسوأ ما في هذا في تراتنا الديني من فقه وعقائل المتخلفة استرجعناها كلها وريد نطبقها الآن بالكامل حولوا الشوارع أغلقوا الشوارع فرضوا الحجاب على الحياة بالكامل وليس على النساء فصلوا سيطروا على المناهج في التربية والتعليم سيطروا على المؤسسات الدولة أو ألغوا الدولة تقريبا الدولة أصبحت والسياسيين أصبحوا الناس خائفون يحاولون أن يعالجون القضايا بطريقة أو بخرى لكن الجيدين من أنهم لا يستطيعون يخافون من كلمة يخافون من تعبير الرجل الدين مهيمن على الواقع بالكامل وخلينا أترى بالحقيقة الصريحة واحد ميت قبل أربعين سنة خمين مات وما زالت فتوى حية وهناك عشرات يفتون يوميا كيف ما هو الحال لا يمكن للحياة أن تستمر بهذه الطريقة على الإطلاق مستحيل يعني فماذا نفعل السؤال الأساسي وماذا نفعل لكي نتغير لكي نخرج من عفن هذا التراث العنيد الذي يجري تعزيزه يوميا وتعزيز أسوأ ما فيه وعلى حساب أي محاولة تغيير وتطور ماذا نفعل ذكرت الآن مقولا لدكتور الشريف يونس دكتور في التاريخ هو صديق العزيز قال أنه يوم نشرب بوست مالتا وأدعو لقراته وقال أنه المفارقة أنه من يطرح سؤال من هذا النوع ماذا نفعل كي نتغير أنه يخرج علينا الأسهر مشكورا بحل من حلول العبقرية فهو ماذا يقترح الأسهر يقول بدلا من الخروج من عفن الماضي كما قلت راح يقترح على العالم لحل المشكلة بوضع قانون تجريم عالمي لنقض الأديان يعني وبإشراف دول العالم نفسها تخيلوا يعني هذا الاختراح العظيم الذي يؤكد بأن لا نرى أنفسنا في المرآة وكأن الآن أصبح كما يقول الدكتور الشريف كأن نقض الأديان باتت مسألة تتعلق يعني بالملحدين واللادينيين هذا كلام مو صحيح من ينتقد الأديان هم الرجال الدين نفسهم 95% من النقد يتم بين أتباع الأديان نفسهم وهذا معناه أنها ستجرم نفسها ستجرم بعضها قبل غيرها يعني حلول الأسر بصراحة مخجلة وتكشف عن سذاجة أو أن أدام قدرة على فهم الواقع أن أدام قدرة على وضع أي معالجة أن أدام أو ما أعرف يعني مؤسسات ضخمة أو ناس تعتبر أنفسها عقول كبيرة وذكية ما أعرف هل هم من الغباء بحيث يفكرون بهذا الطريقة الساذجة أم هو منجرة التنصل يعني بصراحة هذا يحيرني بالخلاصة واضح أن شعوبنا بأكملها تتجنب الاعتراف بالحقيقة وهي أننا مفضوحون أننا فاشلون أننا عاجزون حتى عن رؤية أنفسنا في المرآة على حقيقتها حتى وصل الكذب على الذات والوهم إلى درجة تفوق الخيال الخلاصة أقولها النتائج كل هذا الكلام أن أولا أن ما حذر منه سلمان رجدي حدث فعلا وكان يقول دائما يجب تصدي لكل ما هو سيء يسئل للإنسان وحرياته وحقوق الأساسية ولكن مع الأسف عندما صدرت الفتوى هو الرجل لم يقف معه أحد وحتى أدوار سعيد الدمازار قاهرة خجل من هذا الموقف وعبر عن ندم أنه لم يقف مع سلمان رجدي وعني في قضية المساومة على حرية المثقف والإنسان عموما في التعبير عن رأيه وهذه الحرية يجب أن لا نتنازل عنها ويجب أن نحافظ عليها وأدعو الجميع إلى أن يصدرون الآن بيانات كاملة بحرمة حرية المثقف في التعبير والإنسان بالتعبير واللاحقة لأحد بالمساومة على هذه المسألة النتيجة الثانية أن شعوبنا أو مستقبل شعوبنا لا مستقبل فيه بل هناك مستقبل هو يتقدم نحو الماضي هو مجرد ماضي لا أكثر ولا أكل وكما يبدو هذا رح يقولنا إلى يجعلنا شيئنا ما أبينا نصير لا نصير إلا في طريق التوحش والوحشية الكاملة وكل ما علينا أن ننتظر لحظة الانهيار النتيجة الثالثة لهذه المواقف هي أن مرض الانفصال الحضاري وصل بيننا وبين العالم والواقع والحضارات الحضارة الغربية الآن التي هي بكل مكان يعني من اليابان إلى إلى الأرجنتين وإلى أفريقيا كلها الآن الحضارة الغربية هي الآن كل انخرط ضمن الحضارة الغربية وكل واحد يحاول يأخذ دورة في هذه الحضارة فإحنا ما عدنا نحن ما زلنا نعاني من مرض الانفصال الحضاري الذي بات يستفحل بشدة فيما بيننا بحيث يعني بحيث أنه بعض المناطق في دولنا وبين شعوبنا أو بين مؤسساتنا العربية والإسلامية هناك نوع من يعني يعني بعض المناطق تشعرك فيها صحة فيها عافية فيها نشاط ثقافي معرفي إنساني حتى هذه المناطق باتت تضعف وتخور وها أيضا وعلي ما تبقى من مثقفين ومفجئين ومفكرين وهؤلاء جميعا تحولوا ما عدا الذين اللي اسبق قليلا جدا تحولوا للموظفين كما يقول أدونيس وليس أن أناس يصنعون القيم الجديدة ويراجعون واقع المجتمعات الثقافية والفكري النتيجة الرابعة هي أن كل من يدعو إلى الخطاب العقلاني والتسامح بالنتيجة مع هؤلاء مع هذه النماذج العنيفة هو إنسان بصراحة لا يعول عليه وهو مجرد حلقة من حلقات البروباقاندا للخطاب الديني السائد وهو خطاب عنيف بكل المقاييس النتيجة الخامسة والأخيرة أن هذا الحدث أثبت بأن كل ما يقوله ويفعله رجل الدين عواقبه وخيمة جدا أكرر كل ما يفعله ويقوله ويثقف عليه رجل الدين عواقبه وخيمة جدا مهما قلنا مهما عجبنا قوله منطقة حابيلة حكاياته عواقبه وخيمة جدا وهذا شفناه بعيننا في واقعنا المزري الآن وأن ما يقوله رجل الدين وما يؤمن به وكل كل شيء فيه لا يصب مطلقا في صالح شعوبنا بل على العكس يشوه قيمنا ويدمر ويسحق بعض ما هو أجمل ما تبقى مما هو جميل فينا شكرا جزيلا وآسف على إطالة شكرا جزيلا